اشتركوا في القناة ومن موقع مسؤوليتنا والتزامنا تجاه تلبية احتياجات الوطن والمواطنين الكرام وتطلعاتهم نحو المستقبل المشرق نؤكد على حرصنا بتسريع خطواتنا التطويرية لإقناء المسيرة الوطنية وإمدادها بالوسائل الملائمة في عمق الإعلام المقرؤي رسالة ورؤية شاملة ومسؤولية وطنية تنجز بإقلام حرة وموضوعية برز دورها في تناول عديد القضايا الهامة التي تخص المواطن بطرحها راجية أن تكون منبرا عالي السقف يذود عن همومه ويوصل صوت مطالبه المشروعة إلى جانب تسوية وحل مختلف المواضيع الخدمية عبر تقديمها ووضعها على طاولة أصحاب القرار في عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية عقود ثمانية شهدت فيها الصحافة البحرينية تطورات بالجملة انسجمت فيها الرؤى وتعاظمت من خلالها الإنجازات الوطنية التي ما زالت تستقر في كبد السماء مثلة تتضح معالمها كوهج نور الشمس الذي لا يحجبه غربال مقتسبات كان للحرف وللكلمة شأن كبير في تحقيقها من خلال تسليط الضوء عليها والإتيان على ذكرها فضلا عن سرد مكام الخللي لإصلاحه وتوجيه الأنظار صوب المشكلة لحلها ليستمر فيض القلم الحر بحبره الذي لم ولن يجف مدامت حرية التعبير والرأي تأخذ نصيبا وافرا من الدعم الملكي المستمر من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي كان له الشأن المباشر في الارتقاء بمستوى الصحافة المحلية على مدى السنوات الماضية والنهوض بها ومعاونتها على مواجهة التحديات التي تصادفها بين الحين والآخر إضافة إلى حماية الصحفيين بضمانات وقوانين عصرية وإبداء وجهات نظرهم باستقلالية تامة لا تعترف بالقيود وذلك لم يكن لو لا رحابة مضامين المشروع الإصلاحي لجلالته الذي أوجد مناخا من الحرية والانفتاح وقاد نحو خلق مساحة واسعة من حرية التعبير المسؤولة التي تقيدت بها الصحف ليشكل ذلك حافزا للصحفيين في آداء مهامهم الوطنية بكل حيادية ومهنية تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار دور الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دور يثمن في دعم الصحافة الوطنية فهي من تقدم اليوم نموذجا متطورا في البيئة الحاضنة للإعلام وللصحافة الحرة والتي تعتبر بوصلة مسار للدولة وتعمل كعدات استنهاض لها لتحديد الأولويات من أجل البناء والتنمية وتصحيح الأوضاء يأتي هذا العام يوم الصحافة البحريني ليؤكد أن الجسم الصحفي أصبح جزء أصيل من المسيرة التنموية الديمقراطية البحرينية فكان له دور فعال في مختلف المراحل وشريك أساسي لبناء هذا الوطن المعطاء في المراحل الحالية صحافتنا الوطنية شاركت من الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة كورونا عبر نشر الوعي المجتمعي والآن في مرحلة التعافي الأتصادي نعتبر أنفسنا شريك أساسي في إبراز المنجزات الأتصادية والتنموية التي تلامس أرض الواقع والله الحال إذ نؤكد أننا وما زلنا في ظل هذه السرعة نحافظ على المستوى المهني والحرفي الذي تعودتم عليه واضعين الاعتبارات الوطنية فوق كل اعتبار في ظل ما أتاحه لنا مشروع ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ونسترشد دائما بخطابات جلالة الملك المفدى في رسم سياساتنا وأهدافنا ونقدم عمل صحفي متميز يتماشى مع الروح المشروع الديمقراطي الطموح إن الجسم الصحفية يعبر عن جزء أصيل في المسيرة الديمقراطية والتنموية وموروث المجتمع البحريني الثقافي وما يحمله من قيم التنوع والتعددية والانفتاح وحرية التعبير المسؤولة التي تستند على ضمير واع يحابب رفعة البحرين والزهارها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات